النهار ده اخترنا ان احنا نتكلم عن نوع معين من الشخصيات صعب جداً من صعب شوية صعب جداً التعامل معاها والشخصيات دي بتسبب قلق وإزعاج لناس كتير جداً حواليها عارفيني الناس اللي دايماً نسمع منهم كلمة انا كلمتي لازم تمشي يعني في جملة كده انا كلمتي لازم تمشي ده الشخصية المسيطرة كمان في شخصية لما تيجي تتعاملي معاها يقولك ايه والله انا كده اذا كان عجبك انا شخصيتي كده طب نتكلم طب افهمك طب نتناقش والله هو انا كده يعني انا طول عمري بالدماغي بتقفل كده ما بعرفش افوك طيب ماشي اوكي تبتدي هي بقى تتعامل شوية وتقول ايه احاول اخترق الشخصية دي تقول ايه فجأة الشخصية دي بيبعدها عن صحابها لا لا صاحب دي مش كويس لا 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 انا قلتلك هي بكلمك في ايه بقى لها ساعتين مكلمك كتير في مكلمك في ايه لا دي ما انا عليها فاضي هي ايه هي ثابت جزء اه قلتلي لقى يبقى فيش خروج معايا فجأة تيجي تروحي لمامتك ترجعي مثلا حتى لو مثلا مامتك تعبانة ولا عندك مشكلة في العيلة مش عايزة تقوليها اهو انت راجع قلبة ليه هو ام انت هناك بقى بيروحي يقلبوكي عليها طب ما فيش بقى مروحي هناك بقى غير لما كن معاك فتبتدي الشخصية المسيطرة دي الديكتاتوري ده يبتدي يسيطر على دماغك يعني شبه كده يتعمل غسيل مخ غسيل مخ اقول ايه البس ايه اتكلم مع مين اروح شغلي بايه في شغلي اتكلم مع زميلي ده ولا ما اتكلمش تليفوني يبقى بيرن ولا سايلن طب لما جنزل لازم ارن واقول ان انا نازل تحسي فجأة فجأة كده مخ كله كله كده بيتعمله غسيل مخ هل الشخصية دي عادية لا دي شخصية مسيطرة شخصية قوية يعني هو عنده القدرة الشخصية دي ان يعمل اي حد قريب منه غسيل مخ ويمشي على اللي هو عاوزه على فكرة هي ممكن الشخصية دي مش بس زوج يعني مش بس جوزي اللي هيمشيني بقى على العجيم ما يلغبطوش ومسيطر وكلمته هاي اللي بتمشي لا ممكن كمان الشخصيات المسيطرة دي في حياتنا ممكن يبقى اب ممكن تبقى ام ممكن يبقى اخ ممكن تبقى امراض اخوية ممكن يبقى جوز اختي يعني ممكن يبقى زمالتي في الشغل مسيطرة وعملالي قلق في حياتي ممكن يبقى مديري يعني الشخصية المسيطرة دي موجودة حوالينا كتير جدا هل الشخصية المسيطرة دي سهل ان انا اعرف مفاتيح الشخصية وتعامل معها ولا صعبة طب هي اصلا دي جينات يعني اول ما لقيها كده اللي لازم اعرف العلامات واحد اتنين تلاتة اللي عرفه واعرف ان ده شخصية كده ديكتاتوري وصعب اجري ولا بيتعالجوا عادي يعني من قدمين طبعيين بيتعالجوا ولا احنا اللي لازم ناخد احتياطاتنا عشان ما اسمحش للشخصية دي انه يعمل لي غسيل مخ اشتركوا في القناة